أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والغرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة والشقاق كم أحلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا صاحر كذاب أجعل الآليات إلاحا واحدا أجعل الآليات إلاحا واحدا إن هذا لشيء عجاب وانتلق الملأ منهم أنمشوا واسبروا على آلياتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوحاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوه وعاد وفرعون ظل أوتاد وسمود وقوم نوه وسمود وقوم نوه وصحاب الرأيك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا سيحة واهدة ما لا من فباق وقالوا ربنا أجلنا قدتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر أبدنا داود زال عيد إنه أواب إنا نسخرنا الجبال معه يصبحنا بالعشي والإشراق والتير محسورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْبِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى تَابُوْنَا فَفَضِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ 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 وَلِيَّا أَجَةٌ أَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَجْفِلْنِيَا وَأَعْزَّنِي فِي الْخِتَابِ قَالَ لَقَدْ زَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَتَاءِ لَيَبْقِي بَعْزٌ وَلَا بَعْزٍ لَيَبْقِي بَعْزٌ وَمْغَلَى بَعْزٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَزَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَقِفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّاكِ أَوْا أَنَابٍ فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحصنا مآب يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بين الناس بالحق ولا تتبع الهفا فيذليك عن سبيل الله إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باتلا ذلك ذن الذين كفروا ففيل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْزِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا للألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أُرِذَ عَرِذَ عَلَيِّ بِالْعَشِيِّ السَّافِنَاتُ الْجِيَادِ وَقَالَ إِنِّي أَحَبَبْتُ حَبَّ الْخَيْرَ عَنْ ذِكِرِ رَبِّي عَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوا عَلَيَّ فَتَفِقَ مَسْرحًا بِالسُوقِ وَالْعَنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانُ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَهِ جَسَدًا ثُمَّ ثُمَّ أَنَابْ قال رب اغفر لي واب لي ملكا لا ينبغي لأهد من بعدي إن كانت الواب فسخرنا لوريها تجري بأمره رخاء حيث عساب والشياتين كل بناء وقواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا أتاؤنا فمن أو أمسك بقير حساب وإن نجله عندنا لذلفى وهسن معاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وذهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة ثَمِّنَّا وَذِكْرًا لِعُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ذِغْنِسًا فَذْرِبْ بِي وَلَا تَحْنَسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا قَلْئِمَ الْأَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ واذكر عبادنا إبراهيم وإصحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلسناكم بخالسة ذكر الدار وإنه عندنا لمن المستفينا الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى وذلكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وإنهم غاسرات الترف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإنا للتعقين لشر مآب جهنم يسلعنا فبعس المهامعات هذا فليزوقوه حميم وغساق وآخر من شكله يزواج هذا فوج مغتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم غدمتموه لنا فبئس الغرار قالوا ربنا من قدم لنا فازدوا عذابا رئفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى لرجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم ذاقت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاسم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قلوا نبأ عزيم أنتم أنهم أرزون ما كان ليلي من علم بالملئ لعلى إذ يختزمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نظير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من تين فإذا سبيت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من تين قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك العنتي إلى يوم الدين قال رب فانذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغفينه مجمعين إلا إبادك منهم المخلصين قال فالعق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعي تبعك منهم أجمعين قل ما أسألك ولي من أجر وما أنا من المتكلفين إنه وإلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعداهين ولتعلمن نبأه بعداهين صدق الله الولي للعظيم